اشتركوا في القناة اكيد الخدمات اللي هو الجمعية السودانية لحماية المستهلك وعنوان اللي هو فقرتنا في ترين تقديم الخدمات في المؤسسات ما بين المصالح والخاصة اكيد وارهاق المواطن بسعاد كثير جدا انه يكون ضيفين من داخل الاستوديو رئيس الجمعية السودانية عفوا لحماية المستهلك الدكتور ياسر مرغن عبد الرحمن مساء الخير عليك مساء النور مرحب بكي مرحب بكل المشاهدين ومستمعين مرحب كيف حوالك ان شاء الله طيب بداية يمكن اللي هو الشكاوي كثيرة جدا ولكن الحاجة لوحظت انه قدم العشارة على فيسبوك منشور انه احد المراكز قدمت اللي هو سوء المعامل انه ما قبله ممكن نقول اللي هي فخوصات من معمل اخر طيب شكرا جزيلا حقيقة يعني نحنا سعيدين جدا نتكلم بهذا الموضوع وسعيدين بينه الناس بيقول يستجيبوا للناس اللي بيتناولوا القضايا في الوسائط الاجتماعية بتناول هادف نشكر جدا لصاحب المنشور لانه فعلا تناولوا بقضية بناءة وليس قضية هادمة طرح موضوع حتى الان ما يعني متلق له اي تغنين غانوني تمام والناس الان كلها جارة في البحث عن الطريق الداري رغم من عندنا وسيغة لحقوق المريض وسيغة واضحة جدا جدا تأكد للناس لتحقق الحقوق الحقوق المسيغة تديباجة حققتها او الشعار حقها لا تحتاج إلى المعاملة الحسنة لا تحتاج إلى امكانيات نحن مددن أكثر من معاملة حسنة يقولون نا دارى معاملة حسنة المعاملة الحسنة الكلمة الطيبة ما يجعز امكانيات الفضازة اللي عمل بيها واللي من موظف الاستربال والشكل اللا اخلاقي والشكل التجاري والمهني هو الخلي الموضوع يصل لهذا الحد نحن عايزين نقول إحنا بقلوشنا عايزين حقوقنا يعني ما أكتر لأقلها والصيغة دي ملزمة جدا من حقيق راي تاني من حقيق أعمل فحصات في حتة اللي أنا عايزة من حقيق أنه أزعارك ما مناسبة لكن المطلوبة تحلينا موضوع كبير جدا كمثالي نتكلم عن المعامل الآن المعامل كلها ما واحد ومع برضو الأمان هذا ما تتكلم عن معامل كلها ما واحد ما تحرط ورا الموضوع أنه هو سبب الرفض كان شنو؟ نعم تحرقنا ومع صاحب المغال اليوم اتمعنا مع صاحب المركز تمام تماما لعشاننا مرضو نكون عشان في القطوات السليمة ووصلنا لبعض التفاهمات الكبيرة جدا في الموضوع اليوم الساعة عشر صباحا باستشارة القانوني بصروة دية باستشارة القانوني وقاتب المغال وأنا كنت تالثم يعني قاعدنا مع مدير المركز شرح كل طب حزين المزالة وأبعادها ومن غير أي مضاهقات تماما أنه في غياب تواصل بين صاحب المركز وبين المرضو حقينه يعني فنحن نقول أنه عندنا دليل أخلاقيات المهنة الطب وده الغسم اللي أي زول هنا يعني طبيب تمام مرضو تكون أقسمه الدينة دقيقة أقراه ليكي غسم الأطباء أقسم بالله العظيم أنا راغب الله في مهنتي وأنا أكون على الدوام من أسباب رحمة الله بازلا رعاية الطبية للغريب والبعيد والصديق والعدو والمحسن والموسيق والغني والفغير سواسية عندي جميع الناس من كل جنس وملة ودين وفكر وأن أصونا حياة الإنسان في كافة أطوارها منذ أن تتجمع نطفا بازلا وزعي في استنغازها من الحلاك والمرض والألم والغلق والغلق في كل الظروف والأحوال وأن أزعى لإطغان عملي ونماء علمي أسخره لنفع الناس لا لأزاه وأن أحفظ للمرضى كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم ولا أشهد زورا وأن أعمل للإطغام مهنتي وتقدمها وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني وأكون آخر لكل طبيب يجمعني به هذا الغسم وأن يكون سلوكي مصطاغا غيماني مثلا للغيمة الخالصة النغية مبرأة مما يشينني أمام الله ورسوله وممنين والله أعلم أقوله كيف هذا قسم أي طبيب مفرد يكون أداه الغسم ده براه يسمح لك بأنه تدين تصرفه الذي حصل له أصلا قفوا يجاك عيانا أنت ما كاتب لأبوه وأنه والله أنا ما أقبل في حصات خارجة من المعمل أعمل لك في حصات من المعمل براه وجاكا ما من حقك تقول لي والله ما برفضه أو تقول لي أنا والله عندي شك في المعمل ده عيدة لي تاني بعد ذلك هو يختار طيب شنو الإجراء اللي هو القانوني أكيد أنتو تلقيته اللي هو ممكن نقول الشكوى شكوى واضحة شنو الإجراء اللي أنتو تخطوه جراء هذا الموظف هو الموضوع الآن حتى الآن يعني ما معاشي لشكوى بقدر ما معاشي لتوعية للمجتمع تمام إنه دي حقوقنا نحن نمشي لها أستاذ عمر لو كان دالي يعمل شكوى ما كان داته لجالة كان طوالي بشكل جهات بتراغب الجهات بتعمل لكن أنا أقول لك إنه نحن الآن ما في جهة بتراغب أنا أقول الكلام دا وأنا مزول منه آخر مرغبة على المؤسسة العلية الخاصة ما في مراقبة كانت فيها عام 2015 عام 2016 نقول الكلام دا وكانت مراغبة لصيغة جدا جدا والأمانة لازم نقول للذي أحسن أحسنت كان في رغبة محتلة جدا جدا الرغبة أسفرد عن إغلاق ثلاثة مراكز مستشفيات الصينية تمام إحداها مستشفى كبير جدا مستشفيات الصينية جاءتم زيارات مفاجأة واحدة صباحا اكتشفوا فيها بلاوي رهيب جدا مستوصف ما فيه طبيب مستوصف فيه ميكانيكي بيعمل عمليات عظام مستوصف كل كلام موصوق وموجود في الميديا أي زول بشكك من غالط يخش في جوجل ما قصر معنا عام جوجل بيديك المعلومة كاملة أغلغت هذه المراكز لكن طبعا التدخلات والنافذين لما مشتل المحكمة تمام دي الحيطة الرئيسية لما مشتل المحكمة اثنين مننا يتشطبوا واطلغوا واغلغوا تماما والثالث ده غاب الشاكي غاب الشاكي ده بيجعلنا هنا نحنا في إنا في مورا هنا نتكلم في إنه والنافذين وكل واحد دار يبقى وزير وتاجر وصاحب أكبر ورشة وصاحب أكبر معمر بتعليقات وصاحب واحد اثنين يا تبقى وزير يا تبقى خادم للشعب ده انت وزير معناه انت خادم للشعب ما تاجر عشان تنهب الشعب صحي نحنا بنقول انه الرسمالية المتوحشة والأصاليب الزيدي هي اللي دخلتنا في الدوامة دي والآن الحاصل عندنا ده كله حرب بتاع الرسمالية متوحشة ما عنده علاقة بالمستهلك أنه إحنا الآن قاعدت معك دي أنا داري حاول المستهلك ده استهلكونا نبقى مستهلك مستهلك عشان بعد ذاك أنا أشوف حقيوان نحنا الآن مستهلكين تماما مستهلكين أصلا شديد مستهلكين بواسطة الحكومة والسلامات الحكومية وكل زال الصباح يدينا غرار من عنده وزال واحد ممكن يدمر البلد كلها وتلعى غرار يقول الغاز 3200 جنيه صحي وبكرة تانيوم يرجعوه يعني وهكذا نحن نعرف منهم وتأخذوا غرار تأخذوا لي أنا عايز أقول إنه عندنا حقوق عندنا وسيغة بتاع الحقوق بتاع المرضى ما هنقلي زول ينتهكها وأي زول مضرر يشتكي وفي كل المجالات يعني عشان ما نشر الحلقة في كل المجالات المستهلكة الآن يعني صحي أنت ذكرت اللي هو نقطة معينة أو مهمة اللي هو التوعية فيما يخص أكيد المواطن السوداني يمكن في ناس بتجي من أطراف ممكن نقول المدن أو من حتات بعيدة ما بيكونوا أكيد وعين لفكرة الحقوق بتاعتهم فكيف الواحد كمواطن سوداني ممكن نقول اللي هو ما عنده دراية فيما يدور حوله فيه ممكن نقول المراكز الصحية أو ما إلى ذلك يعرف حقوقه كاملة عشان يقدر يأخذها نعم دية التوعية الحقيقة الموضوع مضوع السنارة يعني حتى المركز ده وكل مراكز الطبية الآن أي مستشفى الآن ما بتجي فيه وصيغة حقوق المريض مكتوبة لك كبيرة صحيح في حين أنه أي حتى أطلع بس برنا للسودان ده تجاه مكتوبة لك باللغة بأكثر من اللغة موجودة على باب المستشفى حقق شنو وليك شنو وعليك شنو تمام حقق نديك الرعاية الكاملة ونديك الإنسانية نديك كل حاجة العالية تدفع مقابل الخدمة دي الماء الماء عليك ده إنه لا تحترم مع قوانيننا قوانين المؤسسة ما تشفى لو كان العمر ده لو كان مكتوب له إنه ما بنقبل معامل خارية ما كان صرر صرر أساً رغم إنه المعمل المشايلوه هو أفضل من المعمل حق المركز وهكذا لكن دعوني نقول في النهاية ده الحاصل عندنا نحن أي زول أنا ربكم الأعلى في الحتة قاعد فيها نعم ما أبيعايل المستهلك ده المستهلك ده طلع من بيته دفع الدم قلبه وعشان يسلك دفع عليك كل الرسومة الدائرة أنت دفع عليك كل المبالغ العالية لكن خلينا نمشي لأنه ما في رغابة نعم الجهات الرغابية الآن نائمة نائمة إدارة المؤسساتي على هي الخاصة بترغب الحكاية دي لو قلت لك مغرى الآن مغرى الآن في آخر الصحافة كان عايسة أصدر الله نتضيع يومك كله في إنه زالت الصحة فيها مكاتب فاضية مستشفى شارع النيل نمح له زالت الصحة فاضية المكاتب ما في خدمات ما في حاجة لكنه ده كله إرهاغ للمستهلكين صحيح في آخر الوقت في الصحافة لو عاسم شرساكت لو لو تمتلك عربية خاصة حقتك ما تكتصلوا في أربع ساعات صحيح فده الموضوع ده لكل المزالة بدل إنه المساعد على إنه يدفع لخدمة ما بيجاها ويدفع لها مبالغ بجددا لكن لأنه كاتب المغال لأنه راجل مستنير وراجل مثقف وراجل داري يقدم خدمة بناءة مداري يهدي مركز دول ده لدي مكتمة طبية وأشاد بمدير مركز في بعض الحاجات وأشاد مركز في بعض الحاجات لكن في النهاية حقه حق طفله ده ما تنازل عنه كتبه وأنا من حقي أشوف رأي ثاني زي ما قالت وزيغة حق المريض زي ما قالت الإنسانية زي ما قالت كل العالم يعني صحيح طب كيفية المتابعة ممكن أقول لي مثل هذه المراكز ودور مجلس القوم للتخصصات الطبية تحديدا والله هو المشكلة إنه لدينا غانون المجلس الطبي وغانون بعض الحاجات للشكاوي لكن في بعض الخلل موجود اللي هو قولك إنه أتزول لو مش اشتكى في المحكمة المجلس الطبي بينتظر لما المحكمة تقول كلامه حتى أداك تدخل وده حصل في بعض المراكز الكبيرة جدا والجسطة المعروفة وإنت كزول عندك أختك ماتت ولا أخوك مات ولا عملت كده ولا كتبت ترينت خلاص؟ الموضوع ده طوالي يشتكوك نيابة المعلوماتية لأنه الأطيب بادل برضو ما واحد ده رحبه سمعت مركزه طوالي يشتكيك نيابة المعلوماتية بقى شنو؟ بقى هو سبغك وشتكك لما تشي المجلس الطبي ينتظر لما الشكوة يشوفون حيث شنو؟ رغم أنه شكوة حق المعلوماتية ما عنده علاقة بالجريمة التنبتين بتتمركز ولا كلمة الغتل ولا المريضة اللي ماتت أسناس لحبوا بويضات اللي عملت للغيح صناعي وهكذا يعني إحنا الآن المريضة قمشي بكرعينة لسوء المعاملة تطلع الجنازة والغبن الفيك ماتت تشتكي ليه لأنه نحن لسه الشعب السوداني متكلم عنه يابني العام باركة وغضاء وغدر ده موات سنبلة ده موات أوانطة صحيح نحن لما نقول دارين نشتكي ودارين نبلق ما عشان نجرم لكن عشان نجود عشان ما تعصر لذول تاني عشان مرة الجاية تعمل كل المحازير لو تعملت المحازير ما كان نزول لكيد مات مع كامل إيمان بالغضاء والغدر لكن في النهاية نحن لما نشتكي عشان نجود معشان نجرم ومهم جدا أي يزول يسمعنا الآن مهم جدا ما تتنازل من حقك لأنه أنت لما نجيت المستشفى قولك لو ما دفعت 650 ألف جنيه ما بنقبلك ولأنه ما عندنا غرفة إلا غرفة في آي بي والغرفة في آي بي الغرفة الخاصة دي بخمس ستين ألف جنيه في اليوم ولو ما دفعت ستتمية وخمس ستين ألف جنيه نقدن ما نقبلك ومهم نقبل منك تديني بطاقة لابي بنكك تجيب عليك الكاش وانت بتكون جيدة استى واحدة صباحا للمستشفى صح ما فيه ما فيه كل ما إنسانية لكن ما فيه ما فيه ما فيه أنا قلت مستوصف خاص قال لي تدفع 650 ألف جنيه استى واحدة صباحا طيب شنو الأسباب وأنا عندي في التلفوني اثنين مليار جنيه ما قدر نتفع ليه قروشا لستميخون ستين لأنه دائرة نقدا أنا أجيب اليه نحن ما عندنا دولة نحن ما عندنا حكومة عفوا نحن ما عندنا حكومة عندنا عصابات منظمة كل ذلك في حتته وتمترس في حتته لأنه دائمين من أمل قابسة الأدب دائمين وفزل سيعاقبه ودائمين أنه دائمين دائمين عندنا الناس الآن بيقروشون بيتزلوا صحيح ويمكن برضو فيه مراكز كثيرة جدا ممكن نقول الأسعار فيها مبالغة وغير منطقية برضو بالرغم من ذلك الناس بتضطر أنها تسفع ولكن الخدمة تكون غير مرضية ويمكن تؤدي إلى أخطاء ويمكن نقول طبية أو إلى وفاء أو ما لذلك أزعاري أصلا مستهلك دبيجة ورزل من الناس أصلا أزعاري في أي حاجة زايدة في أي حاجة زايدة لكن الغنانون يطبق على الضعفاء هذه الحتة المهمة نحن نتكلم فيها الغنانون يطبق على الضعفاء الغنانون يطبق على البغالة والكنتين الحي اللي قاعد في الكويت البعليو وبسكويتين ترك صلاحيتهم منتهية لكن ما يطبق على الزولة اللي قابضوا عنده 65 ألف كارتون حق قد صلصة بغير طريق صلاحية حقتها وقابضوا بالسابتة وقدروا محكمة قبل ما يسأل المحكمة قبل ما يسأل النيابة بيصلوا وراءه خمستاشر اللواء واثناشر نافذ في هذه الدولة التي لا تنقضع جايبها بيكونوا صلوا قدامه للنيابة من العام باركة من العام باركة نحن عندنا أبتر من 400 بلاغ وصلت للنيابات لم تكن طريقها للمحاكم دي الحت المحتاجة في العشرة السنين لأخير دي الحت المحتاجة للغانون يا نحن دولة غانون يا حاجة لكن بيحصل عندنا الآن نحن دولة غابة للأسف ما دولة الغانون الغانون سعى الضعفاء اللي عنده قروش ما بيشتكوه اللي عنده قروش ما بيتحاكم اللي عنده قروش ما بيتعاغب والمستهلك ربه يحميه إن شاء الله بإذن الله ويمكن برضو واحدة من التخصصات المهمة اللي هو التخصصات التعليم أو التعليمية بين شكل عام وفي الشكل كبير ويمكن برضو اللي هو التعليم في سودان في ممكن نقول اللي هو المدارس الحكومية تحديدا ما بالحاجة المفروضة أو الصحيحة يعني المدارس ده وجع كبير خلاص يا أستاذا مدارس ده وجع كبير خلاص يعني انت عبشت وجع كبير خلاص نحن بعد أقل من سنتين ثلاث سنوات بتكون القراية للأغنياء فقط تكون القراية للأغنياء والعلاج للأغنياء والفغراء مكانوا من الصباط والشوارع يشهدوا الآن الناس بيشهدوا الرغيف أمام الأفران الأستاذ العزيزة المستهلك الآن يعاني وما في زال حتى الآن وقف قدامنا لكن ترى الشجاعه يرينا ليه؟ يختفى الخبز المدعوم وليه يختفى الرغيف المدعوم أكناه ولونه بني وأسود وفيه شكك في صحته أكناه والآن ملقناه فهنا المستهلك لا يوجد الفاضي له رغم أنه عندنا غانون غومي لحماية المستهلك غانون قوي جداً غانون نافذ لكن كما قلت لك لا ينفذ الله على الضعفاء الضعفاء هاته اللي يبعي لنا بسكويت البسكويت الصلاحية منتهية بينما هاته اللي يبعي لنا اللي يغيرتها الصلاحية الحقيقة لا يوجد الضعفاء الضعفاء حتى في المشاكل وفي الإغلاق نحن محتاجين لنيابة تكون واضحة وتكون غوية وتكون أمينة وتؤدي البلاغات أولاً ومحتاجين لنا أن نقصر النظام القضائي في السودان النظام القضائي الآن في السودان ما لم يكن عندك مالغارون وعمر نوح لن تنصف أقول لك هذا الكلام وأنا مزول منه وأنا رئيس جمعية المستهلك القضاء السوداني الآن طريقة تقدم بشكوى طريقة القضاء الآن لو ما عندك مالغارون ولو ما عندك عمر نوح لن تجد إنصافاً في القضاء السوداني بهذه القوانين نحن نريد قوانين تديننا حقنا وتديننا سريع جداً جداً في كل العالم حماية المسارك لما تشتكي بيجيبوا الشاكي والزول المشاكيو الشاكي والمشكو ضده والقاضي القاضي القاضي سواء كان رجل أو امرأة ما في أي زول بدافع عن الثاني لا يتعندك محامي لا أنا عندي محامي الشاكي والشاكيو والقاضي في اللحظة يحكم بناتنا فوراً دقيقة المساركة في العالم كله لكن هنا الشاكدة لم يشتكي بيكون ضعيف المشكو ضده بيجيب جيش جرار من المحامين وأكبر الأسماء وكأن الناس الوصلوا لأن المحامي عبارة عن جرجرة مع كامل احترام بعض المحامين بعض المحامين يحبوا الجرجرة ويحبوا إنهاء الشاكدة لأنه يعرفوا ظروفه ويعرفوه صعب المراس وما بيتنازل وراسه ما بيتنكسر وما الغارون ما بخليه يتنازل بيش معاك بيسلوبة ثانية على الجرجرة نظام الغضايا في السودان محتاج لي تعديل محتاج لأنه إنصاف للمستهلكين وديما زؤوليها أنا لازم أقولها وأنا رئيسة المستهلك المستهلك السوداني في ظل غضاء السوداني حالياً لن ينصف في أي غضية تخصه إلا من بعض مشكلة كبيرة جداً وبرضو واحدة من الحاجات الشاملة لنا يمكن المشكلات المجتمعية أصبحت مؤخراً بكثافة وبكثرة اللي هو فئات ممكن نقول الفئات الخاصة ده والإعاقة وما إلى ذلك يمكن حقهم مهضوم بشكل كبير إذا كان في التعليم إذا كان في الصحة إذا كان في كل ممكن نقول المراكز الممكن هم يكون عندهم حق فيها ولكن حقاً مهضوم نعم في مبالغ كبيرة بتتدفع من ممكن نقول اللي هو أشخاص ذوي قلوب رحيمة ولكن ما في حاجة على أرض الواقع قاعدة تتنفذ أو تحصل نحنا شايفينها نعم حتى حتى إذا كان لعاقة الحركية أنا تحركوا بالكراسيوم لو عايز الواحد تدافع عن عن قضيته في غاناة محترمة زي غاناة السودانية 24 انتو ما جهزت له عتابع عشان يجي قلت في كرسي سيدة من دونك ساعدة شخص إلا نشيله شين وذلك حصلت لنا يعني عملنا عملنا ندوة محترمة جداً جداً تبعاوية عن حاجة محترمة جداً كانت في المسرح بتاع أو الغاع الكورة تعد السودابت مبنى جميل جداً جداً مبنى محترمة جداً جداً لكن ذلك معاقبة كرسي اضطرنا شين من الواطة لحد ما قلناه فوق الأسنصير وطلعنا الأسنصير من الأسنصير لكي تضعوا المنصة يتكلم أيضاً حكاية أنا أريد أن أقول أن الناس زوية اللعاغة وزوية الحياة الخاصة لا مكان لهم في السودان رغم من أن لدينا كود البناء كود البناء الذي لا يدعك تصديق لستوديو مثل هذا الذي يكون لديك مدخل مدخل من دون معاناة أي شخص سيكون لدي كرسي من دون مساعدة الشخص من دون مساعدة لدينا الكود موجود وموجود عندنا في المواصفات وفي المواصفات موجودة لكن لا يوجد رغبة لا يوجد رغبة من أي نوع لكن البلد لا يوجد نظام راسمالي متوحش بعد قليل سيكون الناس الذين يقرون هم الذين يقرون هم الذين يتعالجون ونحن نرى المغابر أين ما للدرجة هذه لكن لهذه الدرجة لو لم نتبهنا الآن لهذه الدرجة لأننا وصلنا إلى الغضاء ولم ننصف لن نفضل لنا طيب دور ممكن نقول جميات حماية المستهلك كيف يخص دورنا عندك هنا نجع الجع نقورك الحمد الله نحن مقصرين لكن زامر الحي لا يطرب وما يسمعونها طيب على قولك وأي جزول مهما كان عندهم الغارون هو مستهلك ومحتاج للمستهلك أصلاً نحن ما ضد بجال الأعمال ولا ضد الحكومة نحن محتاجين لأعمال المزؤولين ومحتاجين لحكومة تستجيب لنا حكومة 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 ذات تطورنا أصلاً لكننا الشغل الرأس مالية المتوحشة اللي عايز تربح بأي شكل وبأي طريقة وهي عارفة الغوارين وتكسر فيها لأنه عندنا وزير فاسد قال ما تكتبوا على السلع المحاول الرأسياً إنه هذا المنتج من كايم محاول الرأسياً أنا أشتريه ما أعرف إنه محاول رأسياً لأنه الوزير اللي هو ما تكتبوا وكتبوا الوزير اللي هو ما تكتبوا وشن العينات حقتهم مدنان النيابة قبضتهم 19 صاحب مصنع ووزير طلع الغرار ده في وزاة الصناعة هو الرئيس المجلس السلامة الحقيقية كلهم جوا للنيابة والبلاغ موجود حتى الآن يدخل فيه ثلاثة وزارة عدل وحتى الآن البلاغ موجود ونحن بنشرب في الزيت المحور ومجيد في السوق حاميها حراميها زي ما بقوله لازم يكون في نظام غضائي بشكل محترم النظام التغاضي يكون واضح نحن بنقول حماية المستهلك ومزولة الجميع نحن دورنا دور توعوي نحن جمعية متوع مدنيين نحن ما عندنا أي دور تنفيذي لكن نحن دورنا ننبيها الحكومة نحن دورنا نقول الحقيقة للحكومة الحكومة عز تسمع حتسمع في الوقت المناسب صحيح يمكن أن تبع دورك يمكن أن تبيع على أكمل وكيف يمكن أن نقول النداءات من سنوات ليس فقط في الآوين الأخير أنتم خاطبتم أو تكلمتم معهم ولكن ممكن أن نقول أنه في خطط بديلة أنتم قاعدين تقوموا بيع اللي هو داخل الجمعية الآن البلاغة التي قلت لك بتاع المحور الرسل الآن ماشي للعام السادس وهو في النيابة تدخل فيه الثلاثة وزراء عدل لأنه لديك مكان فيه اللي لم تفصل لك للنيابة العام وزرتين كانوا زياد العدل والنيابة العامة وزروا واحد تدخلوا ثلاثة وزراء ومر على النيابة أكثر من عشرة وقل نيابة ونحن محل كسير لأنه يقول أنه بيقلوشنا نحن بيشتري نحن عندنا اللي بينصفنا عندنا اللي بينصفنا عندنا رب العالمين اللي أنام لأكل الطعام صحي وقلني يغيب عنه الشخص والذي لا ظلم عنده أحد لكن من نلبي يوعى لو تقول خلتك لربنا يقول لك ياه هذا المستوى لن نأخذ منه حق لكن من لا يردع بالغرآن يردع بالسلطان يردع بالغانون إن شاء الله نحن ينفس فيه الغانون إن شاء الله نحن عايزين نظام غضائي لغضايا المستهلك بشكل غير موجود حاليا إن شاء الله نتمنى أنه رئيس الغضاء جديدة يسمعنا نحن عايزين نظام غضائي لا يظلم فيه أحد وبشكل مختلف عن شكل هذا المستهلك اللي يشتكده مستهلك بسيط ضعيف لا يتمرز عليه هذه المستهلك طب خلينا نذكر المشاهدين أو المستهلك الضيف اللي انت ذكرت اللي هو بأرقام ممكن نقول الجمية بحيث إنه إذا حصلت أي حاجة تكون أكيد أول الأرقام التي تصل عليها نعم تزع وخمسين ستين هذا الرغم بتاع المواصفات المغيسة نحن الآن مستغلين له هذا قضايا المستهلك تمام نعم عندنا رغم الجهاز الغوامي اللي هو الجهاز الحكومي حتى الآن لم يفعل وهو ثلاثة ثمانيات تزع ثلاثة ثمانيات تزع تزع ده لسه ما تفعل نعم لكن الآن بنت لقى الشكاوي مفعل تزع وخمسين ستين اللي هو بتاع المواصفات والمواصفات هي سند بلدنا والمواصفات هي الزراع الشعب الزراع الشعبي للمواصفات نحن مهمتنا نطبق هذه المواصفة نطبق هذه الجودة لدينا أكثر من ثلاثة ثلاثة ثمانيات مواصفة ونحتاج لنا نطبق حتى هذه العيادات الخاصة لدينا شكل مواصفة خاصة غرفة المريض مفرد أن يكون 16 متر مربع مفرد أن يكون هناك حمامين للمرضى الجاين مفرد أن يكون هناك استقبال جميل ونضيف زي حقك هذا مفرد أن يكون هناك موية صالح للشرب بكبابي استخدام لمرة واحدة وهكذا هذه الرعاية الطبية التي نعملنا نحن نجدها في كل حتة ونفرد أن يكون هناك مواصفة لكن الأسفة الشديدة المستهلك ضايع أموالنا وحقوقنا الغالي متروك غوطنا من بيوتنا لأنه لا يوجد غابة على هذه المطاعم يقول لها شعرت المستهلك المستهلك هو سيد المنقف المستهلك هو القوة هذا المستهلك في العالم كله يحترموه يغدروه نحن هنا مستهلكين يمكننا أن نكون مستهلكين لكي ندافع عن حقوقنا إن شاء الله بإذن الله وأكيد هذه المشكلات كثيرة جداً والقضايا كثيرة جداً لا أحد يقف لهوا على حماية المستهلك فقط لكن نتمنى إن شاء الله الحديثة التي الآن ذكرتها وزعلك وكمية يمكننا أن نقول المشكلات التي تمرها تكون وصلت إلى الجهات المختصة وإن شاء الله التفتوا ولو بالبسيط إن شاء الله والله شكراً جزيلاً أنا أريد أن أقدم شكر خاص جداً في نهاية اللغاء الجميلة أريد أن أقدم شكر خاص لغانات 24 التي زلت مع المستهلك قبل الثورة وبعد الثورة وبعد الثورة وبعد الإنقلاب شكراً لك أعطيك العافية دكتور ياسر مرغان عبد الرحمن رئيسة الجمعية السودانية لحماية المستهلك كنت ضيف معنا عبر فقلة ترين مشاهدين الكرام للتذكير برقم أكيد الجمعية إذا كانت في أي مشكلة تصل على تسعة وخمسين ستين وبإذن الله كل المشاكل تكون محلولة فاصل قسيط ونرجع نواصل مرتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لك ترجمة نانسي قنقر